حدثنا علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن امه عن ام عثمان ابنة سفيان وهي ام بني شيبة الاكبر قال محمد بن عبد الرحمن وقد باعت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا شيبة ففتحاف لما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة اذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجب فاتاه فقال اني رأيت في البيت قرنا فغيبه قال منصور فحدثني عبد الله بن مسافع عن ام عن ام عثمان ابنت سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث فانه لا ينبغي ان يكون في البيت شيء يلهي المصلين